أهلاً بحضراتكم لسه التسلسل جاي بعد ما دخلت الناد لأهلي وأنت ببص للبورجي كده وداخل كان إحساسك إيه؟ ما في حيات بتشوفها تتغير في حياتك في التلفزيون غير الواقع أكيد أول يوم دخلت من باب الكورنيش على النيل أه من على النيل فأنت داخل على الأول على الأعضاء وعدت النادي وتبقى ماشي فسط الأعضاء والناس بتبصلك وجاي يعمل إيه؟ ده لغاية لما روحت المرحب تمشيت من كل دوت من جوة النادي بين الأعضاء لحدهم نخلت وقضت الكورة مين اللي قابلك فقضت الكورة؟ روحت دخلت أول ما قابلونا على الباب دخلونا على طول الله رحمه كابتن سابت كابتن سابت أول واحد شفته في النادي كان الكابتن سابت رحمه الله عليه وكان برضو كابتن كابتن عماد عماد اليماني؟ آه كابتن عماد اليماني آه الله يرحمه الله يرحمه يرحمه يا حسين إيه اللي ضرب بينك وبين الكابتن سابت؟ راحب بي جدا وكان كل الكلام السابت ده كان مرحمه كان كده شخصية قوية ومعندوش لكده ولا كده وكان بالسمع يعني هو بيكلمك إن أنا أسمع عنك إن أنت راجل ومنضبط هنشوف يعني أنا سمعت عنك كلام كويس بس في الأخير إيه؟ هملك المسؤولية من أول؟ هنشوف آه لكن الكلام اللي جاي عنا كله كلام كلام كويس صالتوا يا كابتن ما تقلاش إن شاء الله إن شاء الله هتشوف حياة حياة كويسة وحياة يعني تشرف إن شاء الله النادي طب أما بعد أنت ونت قاد معاك كده وانت في سن كان سنك كام؟ 27 سنة 28 28 سنة كنت فاكر أنت تتحقق كل الإنجازات دي في النادي الأهلي؟ ولا كنت داخل بقى أنت على مرحلة جديدة؟ إحنا كنا داخل في الوقت ده أنا جيت أنا وبركاته إسلام فخدنا شوية هجوم مش طبيعي أنا فاكر السن وتبطيل ومفلسين الكلام اللي تالي يعني ومخلصين معرفشوا ما جابوا منين بس جابين فلوس من الخليج بس أنا كنت أعيز أن لهم والله أنا ما أخدتش فلوس وسبت فلوس طيب هل الكلام ده يبلوكوا إحباط ولا كان تحدي لا بالنسبة لنا وبالنسبة لنا احنا التلاتة على المشوار اللي حصل أظن أنه كان الرد الحمد لله في الملعب الحمد لله بنت أنت هو إسلام وبركاته كان تحدي إعماد أولا أنا جاي كده بعد فترة أعارة من السعودية وبركات بعد سنتين جاي من راح الأهل السعودي وبعدين العربي القطري القطري إسلام مشي من نادي إسماعيل على نادي الزمالك وطلع من نادي الزمالك أعارة على التحاج جدة ورجع من التحاج جدة فسخ عادو يعني ما أخدهاش كبري زي ما بعض الناس ما أخده ده التسلسل طيب حلو بعد ما أعدت معكابسة وتتكلم معك إيه اللي حصل بعد كده خدني وطلع بيه بره الملعب كان التمرين شغال عرفني على مستر مانول واستنيت لغات لما التمرين خلص وعادنا بره على الدكة أنت كنت تسمع مانول جزيه طبعا أول ما قابلته كده في رهبة يعني كل حاجة في البدايات ليها الرهبة ولها برضو الانطباعات انطباعك إيه وإنت داخل المكان انطباعك إيه عن النادي انطباعك إيه عن الناس في النادي الإسماعيلي إنت داخل النادي للتمرين بس آه يعني النادي والإقامة كمان جوه جوه النادي أنا ععدت في النادي لإسماعيلي الست سنين فيهم سنتين كاملين استراحة جوه في استراحة النادي والبقى السنين للأربع سنين لما اتجوزت قعدت بره في إسماعيلي في النادي هنا لأ المواضوع مختلف إنت الأول أنا ععدت في حيزة مالك في القتيل وبعدين أخذت شايف المكان لما المكان هنا عجبني أجارتي هنا أو النادي أجار لي هنا مكان اقعد فيه يعني دي اول حاجة يوفرها لك المكان اللي انت توعد فيه القوتيل كان فترة مؤقتة يعني انا عدت في القوتيل كميتش ثلاثة أسابيع مع الحد ما اجهز لك وبعدين الموسم كان لسه في النهاية الماضش ده اللي اتعور فيه امير عب حميد ووفيه شاد محمد جون هو ده التويت اللي انا كنت لسه ماضي فيه في النادي ده هو النهاية كاس مصر ضد نادي الموليد ده التويت اللي انا كنت ماضي فيه مع النادي حضرت جزء من التمرين سألني اخر ماضش امتى معنى الجزء بتتمرن ولا لا بتقول لأ انا اخر ماضش كان في شهر خمسة انا كده دخل على شهر ما واتمرنش حكيت له بقى مشاكل ابني وكده والحمد لله دولة الامور الحمد لله تمام والامور مستقرة هي دي بالنسبة لي فترة راحة لكن لو عايزنا ابتدي انا ما عنديش مشكلة في الوقت ده كان يوم او يومينه تم التعافض مع بركات بعدها اسلام اه بعدها كمان باسبوع او عشر ايام كمان وانا داخل النادي قبلت حد في النادي الناس بس لديما انا ممكن تكون الزاكرة مش جايبها اللي حبيبك جوا انا حد من محبين النادي او مشاجعين النادي اه فحبيبك جوا دي انا ما في انتهاش اه اكت لسه جديد في النادي فا ما كملتش عشر ايام نعم فبدأت اخش الجيم اتمرن كده خفيف وكده مش عارف ان بركات جيه ولا اسلام لا بركات جيه كان المنصف عدل القيع ما عرفش السيناريو انا دخلت لقيت اسلام في مكتب الكابت سافر اسلام اه اسلام بالاستاذ اسامة المحامي بتاعه اسلام طبعا احنا عشان عادنا فترة كبيرة انا هو بركات في النادي الاسماعيلي نعم فكان بالنسبة لي مفاجئة دول اول ناس ابل تنوم في النادي دول ادوك طمأنينة شوية جدا اه دخول انا واسلام وبركات حتى بدأنا فترة الاعداد الاول مصغرة احنا التلاتة الاول لغا انا ما احترام من النادي الاسماعيلي طبعا النادي كبير ونادي ليه اسمي بشحنة اللي بنقول كده لأ ده هو تاريخه بيقول كده لما اتكلمت مع مراتك وقلت لها ان انا اتعاقدت مع النادي اهل الماضية كان احساسها ايه اه بامانة مراتي من البيت كله اهلاوي ممكن عندها اخ زمالكاوي محمد عربي زمالكاوي لكن لكن البيت اهلاوي ما عرفتش تجيب اخوها محمد لا لا ما عرفتش تجيب اخوها مصطفى يا محمد واخوك مصطفى قلت لك ايه بقى لما وعند كمان ابن عم الكبير حاج عوض بابو تامر بيشجع نادي الزمالك وعنده اتنين بيشجعوا النادي الاهلي مش بيشجعوا النادي الاهلي ده النادي الاهلي بنسبالهم حاج عوض بيشعامك عمادي النحاس في العيلة نجم من نجوم الكرة المصرية ونادي الاهلي يلا الله يساعدك كل بيت كده في حد اكيد اكيد معادية دي حلوة الدنيا كلها اه طبعا الموضوع الموضوع كان مختلف تبغير بقى انت شميت نفسك بقى اه يعني مش هولي حمدت ربنا سبحانه وتعالى وان شاء الله ان ربنا هيعوضنا خير واننا لدينا لكويسة وربنا ان شاء الله هيكرمنا فيها زي ما وربنا سبحانه وتعالى وفي جنبي فترة الاسماعيلي والمشوار اللي انا تعبت فيه هي برضو صاحبة مشوار وتعب معايا كبير جدا احنا بنقعد نعد السنين بسم الله ما شاء الله والنهاردة 23 سنة ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك يا رب تتشو انا رب تعبت معايا كتير جدا من اول يوم من فترة شابت معاك الحلول خطوبة كل شيء بصراحة يعني طيب انت لما دخلت بقى ولاقيت بركات بركات ده انتيمة انتيمة وبيعمل فيك وما قالي بحاجة رهيبة بركات ده هسوط طيب احنا معنا بركات هشوف هيقول ايه ونرجع تاني نكمل بقى مشوارك مع المدينة رب نصر ما هيبطعش فيه اشتركوا في القناة